ولكن للأسف الشديد اليوم تجد دعاة الضلال من المنتسبين إلى الإسلام كذباً وزوراً وبهتاناً يسافرون إلى القرى وإلى المدن ويصولون ويجولون بالباطل ويشككون الناس في دين الإسلام يمع الله واحد دفع شك أفي الله شك الضلال الله واحد دي يعني شنو يعني بس تقول الله خلقنا دي ما بتكفي دي إبليس قال إبليس قال أنا خير منه أنا أفضل من آدم أنا خير منه خلقتني خلقتني قال لهم لأله يبقى هو بثبت أن الله الخالق خلقتني من نار وخلقته من طين إبليس ما قال في خالق غير الله سبحانه وتعالى في الآيات دي قال الخالق الله وقال ليه الله إت خلقتني أنا ذاتي لكن بسأنا خلقتني من نار وخلقته من طين يا عاجباه النار دي دي ما يخش النار يشوف الحاصل لكن في النهاية أعرف إنه الخالق الله دي ما فيه نغاش أصلاً حتى كفار قريش ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون لكن جماعة لا إله إلا الله يعني لا معبود لأنه إله يعني معبود لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى هسي لو زو صلى لي الله عبد الله فصلى لي ربك وانحر لو زو صلى لي شيخ عديل خدت شيخ وصلى له عبدوا ألا ما عبدوا عبد الشيخ أيوة طيب زول صام لي الله عبد الله صام لي شيخ وذاته صام له المهم صام له عبدوا طيب يا جماعة دعوة ما عبادة ألا ما عبادة عبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن شنو عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين زول دعى الله عبد منه عبد الله طيب دعى غير الله عبد منه عبد غير الله ما ممكن يكون دعى الله عبد الله ودعى غير الله يكون عبد الله دعى غير الله عبد غير الله سبحانه وتعالى لأنه في سنن الترمذ من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه قال وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة طالما الدع عبادة ومن أجل العبادات الله سبحانه وتعالى قالوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا فدي جماعة مسألا لابد تقرر ديل دعاة الباطل لافين في القرى بحجة إنهم بحب الأولياء والصالحين فنحن المسائل دي كلها إن شاء الله بمفصلة جاكن هنا واحد اسمه حامد بابكر الزول ده لافين له سنين أكتر من عشرين سنة في البلد دي في السودان ابتلى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الله ابتلانا بيه وابتلاه بيننا نحن هو بيمشي بخش الغرب والسخ ونحن بنجن نظف رأون نزال الله العافية إننا نجن لقط الأكياس والحاجات بتاعته البرمية والسخباه وقرف الموز بتاعه ننظف نبقى مهارقين الله يتقبل ولاقيناه مباشر وتصادمنا معه إنكسر الزولة في مناظرة الآن خشوا ليوتيوب في النت بين الشيخ مزمل أو التفقير حفظه الله وبين حامد ده وإن كسر فيه كسر عظيمة والمناظرة مسجلة من أولها إلى آخرها صورة وصوت الرجل ده ذاته أي شبه جاب بحمد الله وبفضل الله الله وفق الشيخ نحسبه الله وفقه الشيخ مزمع وانتهى منا كسر لهم والغرية الناظرة فيها للليلتاني ما دخل للليلتاني ما دخل ومرق منا بحمد الله ذليل حقير منهزم وتخارج مشا يعني ماشي يلف يلف الزولة اتطرق لسبعتاشر مسألة نحن إن شاء الله مسألة مسألة بنا ناغشة تك 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 إلى آخر وانتهي الموضوع ونمشي أهلنا إن شاء الله يا أخي ناس بلد يا أخي زي بلدكم دي الله يتقبل الناس الكهرباء قاضعة يجوا الجامع الجامع مسخن يصلوا فيه لله سبحانه وتعالى الواحد يمرق تعبان من الصباح يمشي السوق ويجي آخر اليوم تعبان جسمه مكسر برضو يتوضوا ويجي الجامع يصلي لي الله سبحانه وتعالى الناس يحبوا الدين ويحبوا القرآن ويحبوا السنة نحسن والله حسيبهم اجي يفسد للناس عقائدهم ليه؟ عشان دراهم معدودة وبيجي أيام الموسم هسي جاي يوم أيام الموسم ولا ما جاي يام الموسم أيام الموسم واحد من الناس القاعدين هنا في المنطقة دي ماذا رسميه قال في التزعينات برضو جاي يام الموسم بيجي يام الموسم بس عنده حاجات كذي بلق بيبيع وبلق قريشاته دي وبيبقى مهارك بس يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يا ختمت خاب الله في الأمة دي يا أخ ليتزلزل في أصل الأصول وأساس الأسس وهو التوحيد والعقيدة الصحيحة ليه يا أخ ما تنبذنا نحن ومش انت تعال نبذنا نحن ومش لكن ما تفسد للناس عقائدون يا أخ تعالش حتقول الدوني قروش الناس بتجمع لك تدق قروش وتبقى مهارك ليه إلا تفسد للناس عقائدون ودينون دار الناس يدعلك بالأموات وبالغايبين وتترك الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى أول نقطة قال قال دعاء غير الله ما شرك قال تدعو غير الله ما شرك قال شفتوا أيما براحة كليل في الرد على الشبهة دي والباطل دعاء غير الله شرك وكفر أريد وضلال وزيدكن قلة دب الخمسة ديل في القرآن وأنا بدك الآيات دعاء غير الله شرك وكفر أريد أضلال أجنو قلة دب كلها في القرآن دعاء غير الله شرك قال تعالى في القرآن في سورة فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرة لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله عمل لك الشيدة كله بحر وفلك وسمك ولؤلؤ ونعم أشهد تشكر تشكر بس انت يستفيد من النعم دي وأشكر الله قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه دعا غير الله ولا مياهو والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير برع مكاشف كباشي الصنم شيطان جن ملك بشر ما يملك قطمير قطمير ما بيملكه القطمير تشقة التمر في مصماصة جوة النوادي بين النوا والتمر في غشة أبيض ده القطمير زي ما قال أخونا شيخ أو وكر لو جابوا لك شاحنة بتاعت قطمير بتستفيد منها قطمير شواويل لو جابوا لك بتاعت قطمير بتستفيد منها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا هم ما بيسمعوا لكن الله بيقطع لك الحجج كله تقطع أي حجة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم تقعد مصنقر جنب القبر أبو يا الشيخ ضهري ووجعني ولا سامعك أبو يا الشيخ والذي نجحوا ما سامعك أبو يا الشيخ مرتين دار لي جنع ما بيسمعك أبو يا الشيخ جاني وجع عراس ما بيسمعك تقولك ساي هو بيسألوا في جوه من ربك والتشغال برا أبو يا الشيخ وكذا اللي حلم واشكلته جوه اللي حلم واشكلته جوه يقدر يجاوب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشنو بشرككم وقال دعاء غير الله ما له ما شرك والله قال ويوم القيامة يكفرون بشنو بشرككم ولا ينبئك مثل خبير حامد شنو العرف يا أخو بالدين وزول في مناظرة مرة قال السماوات انت من الله خلقك بيقول السماوات ولا السماوات خلق الله السماوات ولا السماوات سماوات يا أخدي سماوات دي جبت من وين وزول فتحت فتحت في جمع المؤنث السالم ده باقي لك ما فاتح في الدين ده ملخبت ساي واتهى فتح وده مذكر سالم ده بيقول لا السماوات طيب ودعاء غير الله جماعة كفر هيقول لك هنا قال تعالى في سورة المؤمنين المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخرا ما قال صنما قال إلها لأنه معبودا يعني من دعاية غير الله سويت معبودة ومن يدعو مع الله إلها آخرا لا برهان له به فإن أدصف كاشف كما قال الشيخ الجامع يعني ما ابتلق له دليل أصلا ما ابتلق له دليل فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافر ده كفر تدعو غير الله ودعى غير الله ضلال في سورة الأحقاف ومن أضل على صيغة أفعل للتفضيل يعني لا أحد أضل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من حسيمين قال الزلد أضل مخلوق قال عشان أربع أشياء قال من لا يستجيب له إلى يوم القيام ليه يوم القيام وما بيستجيب لك اتنين وهم عن دعائهم غافلون مجغول إنت بتنادي فيه جوه بيسألوا فيه وإنت بتنادي وهو في قرية تانية بعيد هناك وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء من الثلاثة بعاديك بعاديك وكانوا بعبادتهم كافرين دعاء غير الله يماع ردة نين امراربع ردة ردة في سورة الأنعام زول قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام ايتر دعاء غير الله والروح دارتد من الإسلام رجع تاني والله قال القرآن وما بتنفع لا إلي الله لأنه مرك منا بعد قال بلسان وما رق منا تاني قل أندعو من دون الله ما يهدعى غير الله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد شوف القرآن دعو هذا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون إلى الهدأتنا قل إنه دا الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقل له تدب أي زول بدعو غير الله قال إلى دب لو نضيف مريح عمك كبير صغير بصلي في الصفة الأول بي الجامع قبل صلاة الصبح قبل الهزانة الأول دا زول قال إلى دب وما قال إلى دب معنا نحن مع الله سبحانه وتعالي بل مش قال إلى دب عديم أدب ما عنده أدب أقرأ القرآن قال تعالى في القرآن في سورة الزمر قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت اكبيل بينا إن دعا غير الله شرك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قليل نذب والله عديم نذب وما عظمه الله صحيح وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون تياخ تأصل للناس هل قال الله شو الزلده ما بيخجل كيف دعا غير الله قال ما شرك شو الزلده هل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم من رواتي من مسعود رضي الله عنه من مات من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هرائك شو دي لعيات ودي لحادث اتنين قال لا يوجد شرك وقال آيات المشركين تنزلوها في المسلمين شو الزلده قال قال لا يوجد شرك يوجد شرك الدليل شنو على انه يوجد شرك شو النصوص قال النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه أنا ما بخاف عليكم من الشرك ما الشرك أخشى عليكم وفي الآخر ما الفقر أخشى عليكم دا للصحابة صحابة لما ماتوا ما فيه واحد مشرك أما الناس البعض الصحابة فيهنا الموحد وفيهنا المشرك والقيامة بتقوم إلا ناس تقع في الشرك والدليل في صيح مسلم حديث أصله في صيح مسلم وعند البرقاني رحمه الله تعالى من رواية ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمة ما زوي لي منها إلى أن قال ولن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأصنم الأوثان القيامة يبتموك إلا ناس من الأمة يقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى شكي لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله وتقوم الساعة على شرار الخلق كيف يقولوا ما في شرك وليت بتعمل فيه دجن يا حامد بابكر والبتدعو له دجن كأصل ما في شرك في البلد ولا في غير البتدعو له دجن زوالي جماعة يأصلوا للناس ويدعو الناس ينادوا الشيخ يقولوا ما في شرك البرعي قال إناب خطب في البلاد نزيلوا مصيبة يعني قل يا ولي الله إسماعيل ده شرك ولا ما شرك شرك بالله تعالى قال كباشي كم أدى ولد البد الولد منه الله وكون يقول كباشي بدي ولد ده شرك ولا ما شرك أشركوا مع الله في هذه الصفة كباشي كتاب تعالى برعي اسمه أعلام الطريق فيه صورته كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وطفل كم أدى طفل كباشي ده ما شرك ده ما شرك تقول البلد ما فيه شرك ونأيزه لقول لك الأمة دي ما فيه شرك قل لي ماذا تعني بالأمة هل الناس البعض الرسول عليه الصلاة والسلام انت قصدك بالأمة شنو الناس البعض الرسول عليه الصلاة والسلام طيب الآن الأرض مش فيه ناس بعد الرسول وكفار ناس ناس اسرائيل وامريكا بغادي وبريطانيا بجاه والهند بغادي فيه ناس وفيه مسلمين وفيه ديل الدول اللي فيها كفر ولا ما فيها كفر خلي ديل الجوة ديل هنا خلي ديل نلزمك طيب ولا قصدك بالأمة شنو السودانين قصده بالأمة شنو السودانين يعني قبل الانفصال ولا بعد الانفصال والسودانين أتو ذات يأخذ كلها لخبة جماعة معقولها يا أخي والنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر في كم نفر ما بصلوا في كم نفر بيصبوا الدين في كم نفر بيصخروا بالدين والله قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد قد يأذى التحقيق كلام محقق قد كفرتم بعد جنو إيمانكم قال الشيخ الفوزان أثبت لهم الإيمان ثم ارتدوا كفروا بالله سبحانه وتعالى ده 놀�اص بتاعي للأخبة آلأ late الملف في البلد دي وعلم تنادي الشيخ البلدHope تعوجب الشيريك والله Alternate رحم الله الا الرحم الله milan رحم الله سبحانه وتعالى لا واقعين في الشيريك انادو يا اخي ابشام وراء وقدام كانت بينا في الحافلات ويا مهال انت قال مهال قصدن بينا مكاشفي مهال ده مكاشفي قال قصدن بي الله بمهيلك وكذي مهال ده مكاشفي قصدن بينا وكاد تلقى كذي يا فلان يا ودل بيض برضو كانت بينا ودل بيض النادر لجيت في لوري برضو النادر ده نادر كمان نادر نادر عديل كذيب ده لقالوا جدون جا من السعودية للسودان بالبحر الاحمر خدت له مصلايا في البحر وركب فيه بل طوالج لما انجل سودان بي جبال بي مصلايا مصلايا لا فيه فروي لا فيه مروح لا فيه برفاس يا اخوالله نحن مشاقنا عمره الله يتقبل نساوين واحد راح تلون راح تلامره سيمئتها بي عضان دي قالت يا الصايم ديمة تلمنا في حليمة رايحة حليمة عشان حليمة تشرك بالله سبحانه وتعالى هي لو صبرت فتشت كويس ما رايحة في باخرة ما بتلقاه في الناد صايم ديمة شغال في الباخرة هنا يعني لقاه كيف يعني وصايم ديمة ما راكب معانا ذاته في الباخرة فيية حليمة ونا فهمتا قلت لا ما اتنادى يا اخي الصايم ديمة مات يعذله والله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت شيرك رااااااااااااااااااااااا في البلد الظريفة والمغلمة في نفس الوقت نقص الامره ثلاثة قال الامام احمد ابن تيمية كانوا فكية جاناس قال فكية بيكتبوا حجبات قال الإمام أحمد قال فكي بيكتب حجبات الإمام أحمد يلف في القرى يشحد في الناس باسم الدين ويكتب حجبات للناس يبيع عليهم زيك أنت يا حامد يا مجرم يا مرتزق هذول تبيع في الدين وراته لو بتبيع هو أنت ما بتبيع في الشركة عديل والله الذي لا يلا غيره الإمام أحمد يا جماعة ما كان بتاع حجبات بل أردك حديث يحرم الحجبات أوردوا الإمام أحمد ذاته هرائب شو حديث في مسند الإمام أحمد وفي السسلة الصحيحة من رواية عقب بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك كيف يكون بيكتب الحجبات تماما يا هل حجبات تماما يا هل حجبات سموها تميمة قال ابن عثيمين في القول المفيد لأنهم كانوا يعتقدون أن بها يتم دفع العين والضر ولذلك إمام أحمد ضد الحجبات ومن تيمية ده حرب على الحجبات وعلى الشرك والبدع ودارت عرف الكلام ده أقرأ المجلدة الأول من الفتاوى اسمه الألوهية المجلدة الأول تلقاه حرب على الشرك بالله تعالي ومن تيمية بيقول لك مش حجب حجاب يقول لك صاحبك ما تدعلك به الله بس سبحانه وتعالي وقال في المجلد التاسع ابن تيمية الرحيم والله ذاكما الإمام أحمد عرفت أنه ضد الحجبات ونقل الحديث البحرم الحجبات ولو من القرآن ابن مسعود قال حرام ما بتيجوز من الشرك القرآن ما نزلوا للحجبات القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياتي وليتذكر أولو الألباب ابن تيمية رحمه الله في الفتاة وفي الجزء التاسع اسمه كتاب المنطق قال وإنما وقع هؤلاء في الشرك بسبب الطلاسم وهذه الأمور التي يتفكرون فيها ويتعمقون فيها ويعتقدون أن لهذه الذوات تأثيرا خارقا أو كلمة النحو قال وقعوا في الشرك بالله ده الحرب على الشرك يقتجد تطلعهم بتاع حجبات تعاني حجبات وزولة الظريفة حامد دزاته مرمش أنا له وناظر برضو في حلفة القديمة جم حلفة القديمة حل الدهب بيأصل لهم للحجبات إنها جائزة وقل لهم ابن تيمية جوّد طبعا هو كذاب ابن تيمية جوّد ابن تيمية قاعد يكتب سهسهوب طهوب لهوب حم حم قاعد يكتب كلام زي ده لما جاءت المناظرة قام ردم إذا صح التعبير ردم ابن تيمية في المناظرة هو ذاته وهناك قام بيستدلل اليوم بابنه قبل ما نجي نحن لما نجي ردم تيمية والحمد لله المناظرة الله وفق يزكب إلى حد ما وقفوها وقالوا تمشوا المسجد الثاني ومشأن المسجد الثاني حامد أبا يجي ما شاءت قلت لها يا حامد أنا سيخون زمد للماشيين هذي القدام راح يتبرده نتم المناظرة هناك كذا وكذا قال لي يا حلبي ما دار معك كلام قال والله المين في النهاية ردم منه ابن تيمية الناس قلبوا عليه بعد ما شئنا ورهونا في الطريق اتصلوا بي شخون زمد بالتلفون ورهونا في الطريق قالوا واسف المناظرة تجي تنبذ لنا ابن تيمية تشغلتك ديك ايه فقال له قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو اختلافا كثيرا قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وعلامة ودليل فساد المنهج التناقض عندهم تناقض يا أخ ديال ابن تيمية والإمام وحسن ديال أئمة في الهدى نحسبهم الله حسين دعاة للتوحيد والسن والحق ما دعاة للحجبات ولا بتاعي الحجبات ولا بتاعي اللخبة بعدين يا أخي فيه كتاب للصوفية ديل ذاته بتاعي الناس حامد ديل كتاب ونسب حاولوا يتملصوا منه لكنهم قاعد عندهم اسمه طبقات والضيفلة صفحة مية وستاشر آخر الطبعات الفين واثناشر قبل سبع سنوات صفحة مية واثناشر مية واثناشر لي مية وستاشر عفوا مية وستاشر قال قال الشيخ دريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام صغرى ووسطى وكبرى قال فالصغرى دير الصوفية قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات قال والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولدي قال دفع الله بقول لشي كن فيكون ويتم محروق مننا ما تقول لنا كون طماطم انت خلين لها سيليه قال والكبرى القطبانية بعد قال وده الشاهد من الكلام أنا ما قاعدة شتت في الكلام ده رانا غشة نقطة نقطة ده الشاهد في مسألة الحجبات قال وقال الشيخ بلل اسمه بلل وزاته اسمه بلل قال وقال الشيخ بلل الشيب ولد الطالب واعلم يا ولدي أن يسم بوجد فع الله هو اسم الله الأعظم وكان إذا والله مكتوب كذي واعلم يا ولدي أن يسم بوجد فع الله هو اسم الله الأعظم وكان إذا أراد أن يكتب حجابا وكان إذا أراد أن يكتب حجابا كتب فيه جميعه دفع الله حجاب اسمه دفع الله جو دفع الله يا ناس ما في حجبات في الدين ولا إمام محمد حجبات ولا ابن تيمية وكذب قال تعالى في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا شنو إلا هو عقرب رشاش بندقية سكين أي شيء شرده ما يدفع عنك إلا الله سبحانه وتعالى قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله يا أخي شوف بسورة الرعد القرآن ده واضح كيف قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال النقطة الرابعة لا في التالت ذاته قال الرسول ما كتب حجبات صلى الله عليه وسلم لأن الرسول كان أمي ما بكتب ولا شنو شو المجرم ده قال لأنه كان ما بكتب ولا بقرأ عشان كذي ما كتب حجبات واستدلب دليل ضده أصله أي صاحب بيدعي يجيب لك دليل ركز في الدليل ده لو في الموضوع الدليل جابه بتلقى الدليل ضده تماما أي صاحب ضلال وبيدعي الشريك وغيره قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية قال لي علي بن أبي طالب يعني دلني على مكان رسول الله حتى أمحوها قال لي أمحو رسول الله لأن الكفار والمشركون قال لي أمحو رسول الله لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلنا قال ده دليل عنه الرسول ما بكتب ولا بقرأ أولانه قال لي علي بن أبي طالب وريني محلة وين عشان أمسحها وامسحها وكذا عشان كلي ما كتب حجبات طيب ده ما دليل عليك إذا علي بن أبي طالب بيكتب للرسول عليه الصلاة والسلام إنت تقول أيوة ما كان شنو كان أكتب له حجاب لأ الرسول اللي بيزدرع في المعركة تقيل الدرع ولا الحجاب تقيل يا هاتو مش تقيل الدرع وما أخيره بين أمرين إلا اختار أجنو ما قال أكتب حجاب بس ونازل على القرآن وما كان أكتب حجاب يا ناس يا كذب والله الذي لا إلى غيره نسأل الله العافية الرسول ما كتب حجاب ما عشان ما بيكتب لو كان دليل علة بس المانع كان قال لي واحد من الصحابة شنو أكتب أكتب لكن ما كتب حجاب لأنه الحجاب ضد الدين لأنه قال من علق تميمة فقد أشرك انتهى الموضوع طيب نمر أربع قال الرسول نور ومر بمراحل مرحلة البشرية ومرحلة النورانية قال يا ناس ودي عقيدة عندهم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام خلق من نور والرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا وجيبوا حديث باطل عديل الحديث ده باطل عديل كذب مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله نور وجهك يا جابر قالوا ده حديث الرسول قال حديث ده ضد القرآن ده ما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام واسبتوا بالسند الصحيح انه قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما في كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ضد القرآن القرآن الله قال فيه قل ور الناس اخراية من سورة الكهف اي زول غالتك من الموضوع ده قل لا اخراية من سورة الكهف قل انما اداة حصر انما دي اداة حصر قل انما انا رسول عليه الصلاة والسلام قل انما انا بشر لو قال بشر كفاية ولا ما كفاية كفاية لا لا ما خلا ساي بشر مثلكم مثلكم نحن خلقونا من نور ولا من طين من طين بشر مثلكم يوحى الي لكن هو افضل مننا ليه لان هو الرسول وبيوحى اليه وما هو نقول لك دول بيقولوا الرسول زول عادي ساي هل قال لك ما نقول لنا زول عادي ساي ده ده سيدنا ده سيدنا وده افضل زول النبي عليه الصلاة والسلام افضل البشر صلى الله عليه وسلم وهو السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وصل المكان الملائكة ويكفوا فيه هو اتجاوزوا باذن الله تعالى في الاسراء والمعراج صحة ولا ما صحة نحن ما قللنا من قدر النبي عليه الصلاة والسلام لكن نحن ما بتأخذنا العاطفة لما نخالف النصوص الله يقول له قل لهم انا بشر مثلكم نقول لا ما بشر قالوا منه النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة عنده ابو ام ولا ما عنده ابو ام عنده ابو ام صح ولا ما صح ويلده بعد حمل ولا ما بعد حمل ابقى ما معروف في السيرة بتثبتها القرآن بتثبتها الواقع بتثبتها صلى الله عليه وسلم وسيدنا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا وشفيعنا وقايدنا صلى الله عليه وسلم زه الكذاب اما النور في القرآن النبي عليه الصلاة والسلام جاب الوحي الوحي نور والوحي ده احيانا بتلقى في القرآن الله بيوصف بإنه نور واحيانا بيوصف بإنه شنو هدى واحيانا بيوصف بإنه روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لا نبحي القلوب ما كنت تذري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه وش نجعلناه نورا ده القرآن الجبا والرسول عليه الصلاة والسلام نهازا عجيبين من راحت طيب خمسة قال التبرق بأثار الأنبياء والصالح والأولياء ما شرك والدليل حديث مسلم رضي الله عنه شوف طوالي مع الأنبياء دخل جنو الأولياء طوالي دار يدخلهم طوال مع الأنبياء طوالي دخل جنو الأولياء الأنبياء والأولياء درجة واحدة والرسل ذاته الله قال تلك الرسل فضلنا جنو بعضهم على بعض تجد دخل الأولياء طوالي دار يدخلهم مع جنو مع الأنبياء يا ناس ما أقول يا أخي طيب حديث أم سلمة رضي الله عنها ابن حسيمين قال في شرحه لرياض الصالحين قال أم سلمة كان عندها شعرات من النبي عليه الصلاة والسلام شعر والشعر ده شعر الرسول أصلي صلى الله عليه وسلم بتخدته فيه موية الزول المريض بتدين الموية يشرب ده تبرك بمنه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من جسدي صلى الله عليه وسلم ده ما فيه إشكال ده العلماء ما أنكروا ما أنكروا أبدا وقالوا التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام بجسده ده ما فيه إشكال كلام ذا ذكروا مجموعة من العلماء منه الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه تحفة الإخوان بأجوبة عن أسئلة تتعلق بأركان الإسلام في باب العقيدة سألوا السؤال له وجاب الكلام ذا ابن باز قال لكن الصحابة والناس البعد النبي عليه الصلاة والسلام والأولياء والصالحون ديل عندهم بركة الولي عنده بركة لكن لا يتبرك به كما يتبرك بمنه بالنبي عليه الصلاة والسلام ليه ما يتبرك به قال أنه في البخاري ثبتت في كتابة تيمم البركة لآل أبي بكر أبو بكر وعائشة رضي الله عنهم جميعا عندهم بركة ثبتت في صيح البخاري والصحابة التانين ما تبركوا بمنه بأبي بكر والرسول عليه الصلاة والسلام عنده بركة والصحابة تبركوا بأشنو بالرسول عليه الصلاة والسلام دل على أنه يتبرك به هو صلى الله عليه وسلم ولا يتبرك بغيره وإن ثبتت البركة شنو لغيره في إمتى المزالة دار يدخل طوالي مكاشو كباشو صايم ديم واخدتهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام دل يتبرك به وكذا وكذا دا كله ما هو الساي وكذا بساي ياخد لقبة في الدين ما يتبرك بهؤلاء وده ما دليل عليه المسألة أبي دل بركة ثابتة في القرآن والسنة قال تعالى في القرآن عن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام وباركنا عليه وعلى إسحاق بركة ومن ذرية ما محسن وظالم لنفسه مبين ويوسف عليه السلام فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه على وجهه عقوب ألقى ثومنه يوسف عليه السلام ألقاه على وجهه فارتد بصيرا دا الأنبياء أما أولياء وإن ثبتت البركة لأولياء الدليل ما ذكر عن أبي بكر الصديق وعن آلي أبي بكر ما بجوز تبشي لك يا شيخ مويت الوضو تشربه والمويت بتنزل فيها الخطايا بتنزل معها الخطايا تقرطع في الخطايا تقرطع فيها سيدته قال بركة الشيخ وقال لك من الشيخ دا فيه بركة وزول بيدعوه للشرك فيه بركة دا بركة وين دا وزا كان زولا الربا ما فيه بركة قروش دا ما فيه بركة يمحق الله الربا ويربي الصداقات فما بالك بيزول الشرك إنما المشركون شنو نجس نجس فما بجوز التبرك بي شيخ فلان ولا علام من الناس قال نمر ستة النقطة السادسة اتكلم عن المديح مديح الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصوفية بامدح الرسول عليه الصلاة والسلام دا من الدين والناس المدح الرسول قام سأل الجماعة واحد قال له البرعي واحد قال له حسان بن ثابت واحد قال له كعب رضي الله عنهم جميعا إلا البرعي قام قال شنو قال ديل يتبر قال ديل بتائم مديح ومدح النبي عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا ديل بنقول رضي الله عنهم صحابة أما برعي ما بنقول رضي الله عنهم ديل الصحابة أفهم النقطة كويس قال ديل مدح النبي عليه الصلاة والسلام دا دليل على جواز المديح والصوفية بامدح الرسول عليه الصلاة والسلام شو الزلد بيلبس الحق بشنو بالباطل ديل مدح الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا عنه شنو والصوفية قالوا عنه شنو هل ديل قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام احمد يا حبيبي سلام عليك يا كاشف الكروب سلام عليك يا ماحي الذنوب سلام عليك قالوا كذي كاشف الكروب قالوا ليه كذي الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال ام من يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايلهم مع الله قليلا ما تذكرون والله سبحانه وتعالى قال ومن يغفر الذنوب الا الله صحابة ما كانوا بيغلوا في النبي عليه الصلاة والسلام شاكيف صيح البخاري لما انجاري قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي قال لا فانه لا يعلم الغيب الا الله ولكن قولي بما كنت تقولين يعني المديحة الغير غير شرك وغير غلو وغير موسيقى وغير رقيص وان طبعا مدحوا في الجامل جماعة دين غير الاشياء دي دي احنا بنقول جايز بنقول مشروع تمدح الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما تمدحه الا بيشنو الا بيشعر لو قلت الرسول الكريم انت مدحته ولا ما مدحته اللي يعني بيشعر يعني والشعر بتاع الصوفية مصطفى عركينة مع ودعلي المكروم وتتلفلات القلب العود مفهوم قلب ليه عود بشر يعني بشر خلقوا من شنو من عود ده كذب على الله وكذب على الدين ولا ما كذب وده كرامة وده مدح وين الرسول هنا صلى الله عليه وسلم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله خلق شجرة تقلب بشر بشر بيت سماء بخيتة كمان شجرة من عود قلب بخيتة لا بيقت نطف لا علق لا مضغ لا عظام لا كثون لا عظام لا احما لا اي شيء لا طفل لا رضاء لا فطام لا اي شيء لا مشه عجلة بس مرة من عود وقامت فرتقة الطوال مشه ما اقوله يا اخي اصل لديكم دين جوابهم بس الاطفال بيصدقوها صوفيا ديرا جماعة دراويش يا ناس وناس بتاين كذب بتاين لخبتة قال مديح للنبي عليه الصلاة والسلام مديح تقول فيه قوماك نزاور الاولي الاقطاب رجال البرع في ديوار رياضة الجنة ونرد جنة قوماك نزاور الاولي الاقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن اظاهر قل لا يعلم من في السماوات الغيبة الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون ومديح الصوفية ده مديح زول بيقول سار الليل للقرض قرش ناس حسان كانوا بقولوا كذب قرمج وقرض سار الليل للقرض قرش ماهو الحبوب ماهو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربت العالية بتحركتش هسيد الدين والله سميتها بأضاني ما تحقال دخل بليا طلع كي كي ماهو الفجل ماهو البامبي هسيدا مديح دي ملاجب تعد خدار ديني يا أخي يدان لله تعالى بي صوفية مجاور ما ده المعنى الصوفية ما حصل يوم مدح الرسول صاح صلى الله عليه وسلم أنكرنا عليهم في المديح ده مديح كل مكل واجه كل مكل واجه مدلقا زي ده قمك يا علي للقدر علي مرب القوم شيخنا الجعلي الخلف الأربع أثنو علي أثنو علي منو الجعلي أسمع تاني أسمع من البداية قمك يا علي للقدر علي مرب القوم شيخنا الجعلي الخلفة الأربعة أثنوا علي صديق وعمر وعثمان وعلي دين لاقوا الجاع علي وين ونجوا السودان لاقوا اين تعرفت الصوفية دين الناس بتاعين كذب وحامد دزول دجال والله الذي لاي لا غيره لافي زي الفرو للمفضي بس لافي في الغرة دي كذب أي غرية لافي فو 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 لقط في القرشات ومين اتا ياختعالاش حدي اخ من الدق روش ومشي تاني في جنو ليه اخي تنخبض عقيدة الناس وعقيدة المسلمين وقل لونه الصوفية بيمدح الرسول عليه الصلاة والسلام صوفية اخيش لخبته فيه الولد قالوا كباشي بدي ولد وبالمديح زي ما ذكرته لك علم الغيب قالوا الشيخ بعلموا الغيب وبالمديح زي ما ذكرته لك كل البجيب المضطر قالوا بالمديح الناب خطب زكرته لك بالمديح وين اخ مدح النبي عليه الصلاة والسلام يا اخ طيب قال النقطة البعضة قال دين الصوفية دين حق طبعا دايزول بيقوله كفار بيقوله نهى علي حق الكفار قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لو لا أنصبرنا عليها والله محمد ذكر قرى بيضللنا صلى الله عليه وسلم فرعون ذاته قال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا شنو سبيل الرشاد سبيل الرشاد قال لهم أنا أهديكم وقال لهم انذروني أقتل موسى ولأدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض شنو فوس عليه السلام أو أن يظهر في الأرض ما أي زول بيقول لك حق ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة شنو عملهم وقال نفسه عليه حق ويحسبون أنهم مهتدون طيب قالوا دين محبة وتآلف وأما دين قال التيار السلفي دين تكفير والجماعات التكفيرية قال الصوفية دين محبة وتآلف أها يا حامد نحن بتحبنا ولا بتحبنا والله تبكرهكم ما خلاص يتبقيت معنا ما زول محبة انت بتحب منه دي لي أخي بحب أهل الباطل وبخضونا نحن الجفري دا من كبار شيوخ الصوفية قال أنا أحب اليهود الجفري قال أنا أحب اليهود والله وأكره شنو الباطل ولا كلمة زيدي وبحب اليهود تحبهم كيف لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يهدون شنو من حاد الله ورسول اليهود حاد الله ولا ما حاده لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة دي لنصارى بجنب اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله شنو فقير ونحن أغنياء ذالب تحبهم النازل قالوا يد الله مغلولة تحبهم قالوا دين محبة بحبوا ناس محينين هس نحن بكرهون نحن ما ناس نحن جن دب بتكرهنا ليه قابور نحن بتكرهنا ليه قال دين محبة قال أيواء دين محبة وتآلف قال طيب إنتو كم طريقة ليه ليه تجانيه وقال ما تبقوا سوا كل كل ليه كم طريقة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ويتقال أي حب محمود أي حب محمود قال تعالى في القرآن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم شنو هذه الرأي يكفيون شنو ناس إبراهيم عليه السلام رأي يكفيون شنو وبدى بيننا وبينكم العداوة وشنو عداوة بر وبغضاء جو يعني ذلك مع الكفار بر وجوة ضدهم العداوة والبغضاء كله في الله سبحانه وتعالى دي أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض شنو والبغض في الله سبحانه وتعالى قال لما دين التيارة السلافي دين تكفير والجماعات التكفير نحن ضد التكفيرين الدواعش دين لما نجوا البلد ما حارب حامد ولا الصوفية ولا بقدر يحاربون حرب علمية يقول لهم بس التطرف والإرهاب ويمرقوا في أمريكا ما شفت ذاك عمك ذاك اللي زيرك ما شفته هوك ما رقى في البيت الأبيض اللي زيرك يقولوا إتو عقيدتكم يهودية دي ما جايك لا لي قدام إن شاء الله كذي خليها دي في وقتها لكن أعرف إنه عشان الكلام ما يشتت عليك نحن البن حارب التكفيرين ونحارب الدواعش ونحن البن ناغش والنغاش العلمي ضد التكفير نحن بغير وجه حق والله الذي لا إلى غيره بيدل إنه حامد ذاته في المحاضرة ذاته في الفترة اللفة فيها دي عشرين يوم يعيس في الأرض فسادة قال إتو علماء سلطان فالزول لا عليك خرج بيجاي وخرج بيجاي اللي اتنى للأبواب دا دا دخلوا من أبواب منتفرقة دا خرج من أبواب منتفرقة كله التكفير دا نحن ضده ضد نكفر المسلمين بغير وجه حق وضد كذا وكذا وكذا ونحن ندعو إلى التآلف مع المسلمين وندخل بلاد المسلمين وندخل مساجد المسلمين وندخل بيوت المسلمين ونزور الأرحام ونزور الأهل وندعو إلى التراحم بين المسلمين وندعو لأن الجماعات كلها تنحل عن أحزابها وترجع كلها تتآلف على التوحيد والسنة والخير دي دعوتنا ودي الدعوة السلفية السلف دا المنون سلف دي للرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم الرسول به لسانه قال لي فاطمة رضي الله عنه أنا خير سلف لك والسلف دي للصحابة والتابعون وأتباع التابعين ودي لها للخير ودي لها للمودة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا ونحن من عادي التصوف لأنه دعوة شرك وباطل لو الناس كاهرة بره في الشوارع ما قاعدين عاديون يطلطفون وبالتي أحسن وكذا والأخير نذكرهم بخير نمشي المواصلات نركب مع ناس عندنا ديقين ما عندهم ديقين ما نكفرهم قلوا نصاح طبقوا السلحة لكن إخوانا لأنهم موحدين حبكم في الله لي توحيدكم وكذا 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 ما أفو لا يتميزنا من الناس بالباطل قاعدين مع الناس ونركب معاهم العربات وناكل ونشرف في المطائم ونتونس معاهم ونصال مناسبات وعادي الظريفين جدا وبناكل باصطة بأي لبن عديل ناسي بناكل باصطة يا مان كيف نكون ناس صعبين يعني صعب بتاع القرض ولا بتاع الباصطة أسألكم بالله أسي المساجد دي كلها بتاعت إخواننا ديل البمرقون منا والبشاكلون والبشيلوا عكاكيس في مساجد الصوفية ولا السلفين أسألكم بالله مش الصوفية قلبيوا يكتبوا ممنوع التحدث في بيت الله ما تذكروا الله في بيت الله ما تدعوا للتوحيد في بيت الله بيكتبوها السلفيون ولا الصوفية أسألكم بالله قلبي يضاربوا ويشاكلوا ويطردوا وينبزوا السلفيون ولا الصوفية يا صوفية وصلوا وراءنا وبصلي هس أسأل حامد قل له الصلاة خلف الوها طبعاً بيقول لنا وهابية نحن ما وهابية نحن أما يبدأ عالم وكتب كتب وفي التوحيد وجزاء الله خير واشتغل أنا متابعين للرسول عليه الصلاة والسلام داري بقينا طريقة زي القادرية الثيانية ووق وهابية بيغادي ما وهابية نحن ماسكين الدري بالاصلي نحن ماسكين الترعي ماسكين الاصلي عديل بحر اللاصلي هور بيغادي عرف الحاصل قل ليه بيجوز الصلاة خلف الناس ديل عليك الله سأل شوف جاوبك وقول لك شون ديل ما بيجوز صلاة وراهم ويتا بكفرنا نحن مسلمين عندك يا حامد كذين نحن مسلمين عندك إنت مجسمة كفار مرتدين وهو الاخير وطيب تكفيري أنا ولا إنتا يا ناس ناظر بتاع اللغبة ما بتاعين تكفير دول يحكموا عليه كافر دا بعد قامت الحج عليه ما بنستعجل هسي الحامد دا له مج حامد العطالة التابعين لي والمساكين دا له جواحد عتر قال يا مكاشف ما بنحكم عليه كافر عينا حتى نبين له الحق من الباطن نفهم المساعد طيب قال النقطة البعضة قال قال عقيدة الله في السماء عقيدة كفرية وعقيدة يهودية قال الله في السماء قال لي عقيدة كفرية وعقيدة شنو يهودية هل ستفهم الإسلام يا جماعة قال تعالى في القرآن أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير طيب قال تعالى في القرآن عن عيسى عليه السلام يا عيسى والعمل الصالح وشنو يرفع ده رغم كم أربعة خمسة قال تعالى في القرآن عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين ده جبريل نزل بشنو بالقرآن القرآن نزل به من منه من الله يبقى الله وين فوق قال تعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن مبتدى على العرش استوى على العرش استوى شبه جملة وفي محل خبر مرفوعة وده مبتدى وخبر ده جملة يسمية ده خبر الله أخبر إنه استوى عشان كذي الإمام الجامي قال الذين يقولون بأن الله لم يستوي يردون على الله بيردوا على الله الله قال لا أنا استويت قالوا له لا 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 كذي تجسيم ذي الفهمين أنتم أعلموا أم الله قال تعالى ثم استوى على العرش سبعة مواضع سبعة مواضع في القرآن فيها الاستوى على العرش في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى الرحمن على العرش استوى في سورة طا قال سبق أنفسرنا هذه الآية في سورة الأعراف ثم استوى على العرش تمشي الأعراف قال مذهب السلف في هذه الآية وفي آيات الصفات أنهم يمرونها كما جاءت وهذا مذهب الأوزاع ومالك وغيرهما من أئمة الهدى أهام هالك مجسم استوى 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 معنا اشنو في صحيح البخاري ده برضوها بها صحيح البخاري في صحيح البخاري آخر جزء من البخاري كتاب التوحيد باب وكان عرش على الماء قال مجاهد ده مجاهد ابن جبر ابن جبر ده درس القرآن على ابن عباس قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات أمر به آية آية فيفسرها لي ثلاث مرات ختم القرآن مع ابن عباس يفسره لي ده باقي لك عالم ولا ما عالم شاكيس قال إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به انتهى الكلام قال مجاهد استوى على العرش أي على على العرش هكفر مجاهد وفي صيح البخاري في نفس الباب ده زينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفخر على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات تجدوا لي يا أخي هذه عقيدة كفرية والتفائم الكفر من الإسلام حديث الجارية وغير من أحادي طيب قال شبهة لمرتزعة قال ابن تيمية وجوز المولد وكذا وإلى آخر كتابة يا أخي ذا كذب على ابن تيمية ابن تيمية ما جوز المولد يا جما تيمية بتكلم عن نقطة إن بدعة ونية كون النية زول يحب النبي عليه الصلاة والسلام وكذا دي مسألة وكونه يتخذ بدعة ادداء ادعاء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة تانية كونه تتحب دي دي مسألة تانية هاي ودو لكن محبتك ليه ما تخليك تقع في البدع تسوي مولد وتسوي أشياء لأنه النية الصالحة لا تصلح العمل شنو الفاسد يعني زول دار يتدبر في خلق الله دي نية صالحة ما يشوف لبت متبرجة يقعد يقه فيها تقول لها دا شنو يقول لك بتدبر في خلق الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون دي أنفسكم دي هنا حرام تعاني ولا كيف دي حرام النية الصالحة دي مسألة والعمل الفاسد دي مسألة تانية ها سيزور ركب من العباسية دي هنا ركب أبو جبيها ونية إصال الخرطوم ها بيصل وين يا جمال بيصد نا دي ركب المولد ونية حاجة تانية ما بيصل المولد البدعة بيصل المولد نفس الشغلة نية تقدمة بتحول الدريكسون أفهم المسألة ما هو فيه شرطين فيه إخلاص وفيه اتباع إنما الأعمال بالنيات دا الشرط الأول فيه اتباع خالفت في الاتباع ولو مخلص من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو شنو رد رد وما في دليل على المولد ما فيه أبدا بيجيبوا لك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال فليفرحوا في ربيع الأول بس واثناشر يوم بسمسمية وحلواتية وفولية وشطة وبيتبش وتسالي دا كله لقبة تسالي دي بيدع طيب آه تهزين أنا مع ذائر الشيخ دا يعلق ديني برتيزعة قال السعودية جوزوا المولد وإنت السعودية راضي بها وين جوزوا المولد ابن باز دا مفتي السعودية قال بيدع المولد شغلة كتمت قال بيدع ذا دا المفتي الكبير بتاع السعودية مولد بدع والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلوا ولا الصحابة فعلوا ولا صحابة واحد وكله كذب وبدع والسعودية ما جوزت المولد وعلماء السعودية أكفي بس في الأموات الشيخ بن باز وفي الأحياء الشيخ الفوزان كما في كتابه العقيدة الصحيحة بيّن أن من البدع هذه الموالد إلى آخره طيب النقطة العاشرة قال ابن باز كفر عبدالله ابن عمر كذب على ابن باز وحتى الكتاب اللي بيجيبوه في فتح الباري وغير وكذا من الكتب اللي بيجيبوها جيب الكتاب ابن باز مش ما كفر ابن عمر ابن باز ما قال ابن عمر مبتدع خلي كافر ما في كذب كذب جيب أي ذول في الصوفية اللي يجيب لك قال ابن باز ابن عمر كافر أو مشرك كذب على ابن عمر رضي الله عنه ابن باز سألوا على المولد بكى تعارف بكى ليه قال الصحابة لما انجاب الأفضة الصحابة دي بكى تأيضوا ليه كفر صحابة قال الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وما احتفلوا بمولده فكيف وكذا وكذا وبعد ذاك بي يبكي تأيضوا ليه كفر ابن عمر رحمه الله ابن باز ابن أزدى علم جبل من جبال العلم ومن أعلامه ومن علمائه وإمام رحمه الله تعالى انتم ابتأبوا وذاتوا بيقول لك دين تألف وكذا وكذا سمعت بيضاني مرة جيد طالب جديد في الجامعة كانوا مريطة من طاير ولا صبع طاير سنة ولا أقل ذاته جيد داخل السوق الشعبي ماشى على الجامعة جامعة تمندراني الإسلامية لما جيد في الشعبي بالغلط دخلت مسجد تراوه حق الصوفية لقيت عمك حامد ذاته لقيته بتكلم وكذا وكذا وشفت هنا قاعدتها مما شافني استحضر وانا صغير كنت ولا بزلي وقميص وبنطلون وناس صغير بس شافني استحضر القلم المازال بلم مما شافني شايل دفتري ابن باز أعمى البصر والبصيرة دي ضابطة لأسه هو البنبز الناس دا حامد بالباطل يا ريت لو بنبزهم دا الحق دا راجل يا اخوة فقه الله من أعلام الهدى نحسبه الله وحسيبه طيب قال النقطة البعادة قالت من بن عشر احداشر قالت ابتكره الأولياء وابن تيمية ذكر الكرامات شوف اللخبة نحن هم نكرأ الأولياء نحن نحب الأولياء نحن لكن الولي من المؤمن التقي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا جنوا يتقون وناسك دون ما أوليه عشان تقول لهن بتكره الأولي ذول بيقول غير الله بنزل المطر زي الخنجر ذول بيقول الشيوخ بده المطر دا نحبه ذول بيقول الشيخ بده الجنة دا نحبه كيف وده ولي كيف لله سبحانه وتعالى زول بيقول غير الله بيعلم الغيب زول بيحلف في غير الله زول في الشدائد بنادي غير الله ده كيف يكون ولي لله سبحانه وتعالى هؤلاء أولياء الشيطان كما قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد طيب أنا منحب الأولياء بحق يبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما خاصة الولايب الصحابة للليلة في أولياء ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق إلى خيره لكن الولد منه المؤمن تقي زول رأينا فيه التقوى وكذا يعني ظاهر الخير إلى خيره والإيمان والتوحيد وما يدعو غير الله وعقيدته صحيحة نحبه في الله سبحانه وتعالى ونقول نحسبه ولي والله حسيبه نحسبه لأن الإيمان في القلب بعد ذاك في الجوارح والإيمان والتقوى وين في صحيح مسلم التقوى ها هنا إن تظهر في الجوارح بالطاعة وترك المعصية نحن بنقول نحسبه والله حسيبه فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا أما الكرامات الكرامة يماع المبت خالف القرآن دي بنثبتة كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها إذ قال دي كرامة ما أنكرنا أصحاب الكافز آتوا في كرامة ناموا تلتمية وتزع سنة أو ساجدين تلتمية وتزع سنة دي كرامة أمر خارق للعادة لكن دي ما صادمة القرآن ما في كرامة دي جنة تقول أي شي بس تعلقوا في الكرامة أنت الصادمة القرآن عديل الله قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون وأم نحن الخالقون تقول ليش الشيخ بيخلق وبيدي الجنة وبيقلب البيت ولد ليه وسلم يا ولد القلب البيت ولد وتقول لي دي كرامة دي ضد القرآن كرامة ما عليش هزول مؤمن تقي رقب البحر السفينة انقلبت ولا غير قد لقى نفسه في القيفة دي كرامة أمر خارق للعادة ما فيش كال لكن دي ما بتصادم القرآن كم بيعلم الغيب دي بتصادم القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب في إمتى المزالة ميز الكرامة كرامة دي ما بتصادم القرآن طيب نمر اثناشر قال المحبة محبة قلب لآن لما نقول الزولة اللي بيحب الرسول يماعة يتبعه صلى الله عليه وسلم قال المحبة محبة قلب لآن عمر بن الخطاب وجاب حديث عمر بن الخطاب الآن يا عمر المحبة ذا يماعة في القلب وفي شنو في العمل في القلب وفي شنو في العمل انت بتحب الرسول بقلبك صاح بتحبه صلى الله عليه وسلم ومحبة عظيمة تحبه أكثر من نفسه إلى آخره وكمان تتبعوا لازم تتبعوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شنو يحببكم الله لكن تقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتخالف فيه ده دليل على إنك تكاذب في المحبة دي ولو بتقول لو إنت قاهل نفسك صادق بتقول هذه عاطفة زي وعاطفة ويتم خالفة ما بتنفعك خاصة في العقيدة لأنه أبو طالب كان بيحب الرسول ولما يحبه صلى الله عليه وسلم بيحبه لكن هل نفعته لما كان على الشرك ما نفعته خالد مخلط في النار أما تخفيف العذاب ده الرسول ده عليه خاص به صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب ليه لأنه كان بدافع عنه لكن مجرد المحبة براه ما نفعت انت تحبه وانت تتابعه تقول ليه أنا بحب الرسول الرسول يقول لك ما تلبس حجبات دار حجاب صبيطة بتاع تموس خاتيها في رقب في يدك تقول ليه بحبه وتقول ليه بحبه والزولة اللي بتتبعه تبغضه تقول ليه بحبه يغل بحبه لعبت الكورة تلقاه من بتتبعه واحد بحب الهلالة بتلقى ركشة بهية ظهرية جوه سوداء دار عربيتة ظهرية وده شاحن يمكن جامعة كنت ذاته ما يصلي فيها حمر ما يصلي فيه شط حمرية كم ما يقول يقول لك أنا هلالاب يا زول يقول لك أنا هلالاب من رغاب تلقاه ملون حمر بس كذي دبتع الكورة أحب زول الناس بحبه الفنانين تلقى واحد حالقة كذي ما لك يقول لك أنا حواتي عمل لك علامة فيه ما بحبه نسوي له شنو يعني ما نصحناه نسوي لجنو بحبه كذي ده واحد تلقى بحبه لمصارح تلقى التوطح بالحديد يقول لك ده ربقه زي فلان انت بتحب الرسول وبتكره شكله دي حلوها كيف الرسول صلى الله عليه وسلم شكله ومقصر تشوفنا نحن تبعناه تكرهنا وتبغضنا وتقول ليه بحبه ده ما ذليل على انه شغلته دي ما لخبته محبه يعني ما قلنا ما تحب الرسول بالقلوب ما تلبس الحق بالباطل قلنا ليه كنت لو بتحبه يتبعه ما تتلولو تحبه بقلبك وتتبعه بجسدك صلى الله عليه وسلم ده الصحة كثيرة نمشي للبعادة دي 12 قربنا شيخ ده ما عليش طولنا الشغل قال نمر الثلطاجر قال الأولية الكلام فيون طبعا الناس ما ردد على الباطل ده مثال والغلو واللخبة قال كلام ثلاثة أجسام قال يا إما مكذوب على الأولية يا إما الأولية دي قالوا في حالة غيبوبة طيب هم في حالة غيبوبة داري غيبوبين نحنا برضو وكاتبنا ليه وزول بكتب كتاب كامل بيكون في غيبوبة دي أصلوا حلوها كيف داك اخطأ من شدة الفرح قال معهودة دليل اللهم أنت عبدي وأنا شنو وده دليل على أن الزول ده كان قصده خير لأنه شوف الكلمة اللهم أنت عبدي وأنا ربك الكلمة دي لهم أنت عكسة بتلقاها صحيحة اللهم أنت ربي وأنا شنو عبدك لكن الزولة اللي بيقول ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطني الحوتي أمددت راحتي دي ده تعكسة تأجيك كيف دي بتأجي معاك أزي داك ما دليل على أنه أخطأ فعلي حاجة لكن ده الكلام بيكتبوه عديل بيكتبوه القصة عديل ليه السلم يا ولد القلب البت ولد هصلوا البرع داك كتبوه مغيب داك اسماعيل اسماعيل القادري كتبوه مغيب تعال الفيوضات الربانية ناس محمد عثمان المرغني كله وكتبهم مغيبين كله أنا عرشوه والكرسيو دا واحد ختمي ناقل له داك بتاع الختمية النور البراق وبتاع فيوضات البحور المتلاطمة وكا اسمه عبدالله العيداروس أنا عرشوه والكرسيو أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها كتاب النصر العلمية لأهل الطريقة الصوفية كتبهم غيبين قال الأولياء بتطوروا أحيانا تدخل على الولي تلقى شاب وأحيانا بعد شوية تمرق تجيو تلقى بقى كبير في دقائق قالوا وتدخل علي أحيانا فتجده حنشا الولي ذاته وقال استشفاع الملائكة باب استشفاع الملائكة بصالحي الأولياء قال في ملك غلط في السماء وقعت منه هفوة في السماء قال جالي حلقة الشيء عبدالرحيم المغربي واستشفع بله الله قال عبدالرحيم المغربي قال له اللهم إن اللهم هذا وقع في خطأ أو هفوة وكذا وكذا واستشفع بنا قال بعد شوية الله عفليه وغفر عنه طوال الملك طلع فوق ده كله مغيب في الكتاب ده ذاته النصر العلمية قال قال الشيء عبدالقادر الجيلاني الإنس عندهم شيوخ الإنس عندهم شيوخ والجن عندهم شيوخ والملائكة عندهم شيوخ وأنا شيخ الكل تفاهم كلامه الإنس عندهم شيوخ والجن عندهم شيوخ والملائكة عندهم شيوخ وأنا شيخ الكل ده قائد الوسطول ذاته عمك ده مغيب ده مغيب إذا صح التعبير إنما أقول غاية مستهتربون لأنه بيست الناس ذي الله كلام ما مكذوب عنهم وكلام قالوا وهم عاقلين عارفين بيكتبوا في شو يعون ما يقولون تيد تدافع عنهم ها أنتم أولئك جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يم من يكون عليهم وكيل قال نمر الثلاثة ولا فيهم وغير الفهم الصحيح هيت فهمك الصحيح له وشنو جول قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمرين أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد صفحة خمسة وستين من كتاب الفيوضات الربانية في المؤثر والأوراد القادرية تأليف الحاج اسماعيل محمد سعيد البغداد القادر تمانية الدراسة شارع جوهر كله في الكتاب قال فيه أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمرين أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف الشيخ الطريقتي وما قلت هذا القول فخرا هسته فيه غيبوبة ولا مركز؟ وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقته ده كلام أنا فيهم نغير فهم صحيح قالوا وقالوا يا هذا تركت صلاتك هو برد على الناس يكون مغيب ويرد على الناس هذا كتابه يكونوا كذبوا عليه ويرد على الناس وكلامه واضح في الضلال والباطل ويكون فيه من غير الفهم الصحيح وريني انت الفهم الصحيح وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي خطوة في بلده مكتها ما كسره وكسره العقيدة تاني دي ممنوعه من الصرف بعريفه ليك قال زول خطوة في بلده وخطوة في مكة وقالوا يا هذا تركت صلاتك أبوي الشيخ تصلي معنا ولم يعلموا أني أصلي بمكتي ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي دا نحن ما فهمنا كلام واسه يا ناس شغل هذه جاية نمر 14 قال ادلوا المطر البياض وإلى آخره يا ناس ما فزول بدي مطر ناس أقولوا كذب بتاع الخنجر وكذب بتاع حامد بابكر وحاجات اكتبوها يخطوها في الأس مشينا غريا قبل نحن جايين عليكم غشينا غريا وإن كان ناس يعني فيه الناس نحسب ونفاضل وكذا والله حسيبون ففياحد فيهون ديلك موحدين وده ذات السال دا موحد لكن دار يعلم الناس نحسب قال الحر لما نيجي والسمسم داير برد والناس بمشوا للشيوخ وقل لهم بردوا لين الجودة شيوخة تقول مكيفاتا نسمع قال بمشوا لهم وقل لهم بردوا لين الجودة نعم عارفين الشيوخ دا شغالين شنو مرة يبردوا الجو مرة يولدوا النسوان مرة يلحقوا المكروب وشغالين شنو يتم وقاعدين متفنين المعو واحد يقول لك وش ناظر ما قاعد بالمكيف وبالمروحة وش ما يبقى ناظر كيف يعني في شيخ شغال طلبة ما شغالين كنت عبانين نعبانين هنا ونزل الله العافية المهم قال السمسم داير هنا جاون برضو باصل البياض وتدفع بياض المطر بيجيك وما تدفع بياض المطر ما فيه ما عقولها يا جماعة الله يكون كذي سبحانه وتعالى ما عقولها يا اخي كفار الله بنزل لهم مطر ولا ما بنزل لهم كفار بيت الجو بيجيك ما شفتا ذلك عندهم الحاجات زي هنا العجلات كذي بجرباء في التلج ما شفتاهم يا اخي مطر دا الله قال في القرآن افرايتم الماء الذي تشربون اانتم كلام واضح ادتوا يا ناس حامد وغيرون عطالة وصلاحة الخنجر وغيرون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ودي رد عليه شبه جابوها قولك دي ايات في المشركين ما الايات دي مش اصنام دي الكلام واضح افرايتم الماء الذي تشربون في صنم تشربون صنم دا تبزغون في خلي تشربون افرايتم الماء الذي تشربون اانتم دلل اصنام يا جماعة انزلتموه من المزن ام نحن شنو الايات دي عامة زي ما ايات اليمان عامة الايات الان نزلت في الصحابة هل خاصة بالصحابة لما اتبقيت مؤمن قلات دخلت في الايات بقيت كافر بتدخل في الايات هل في الكفار اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة شنو في الزبر يعني اتعش عن سوداني بس ما في كفر رسلوه بس اتعش عن سوداني بس كذي مخطوم لك كذي مؤمن داك سعوديين كفار في مكة كفار ما اجان سعودية ولا سودان ولا مصر لكن لانه كفر خلاص اتبعت داك والايات دي نزلت ما في الاسلام بس في ايات واضحة للبشر عديل نصارى وغيرون والناس البشابهون من ديل الصوفية والشيعة والروافض وغيرون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدة هاناز عبدوا المسيح عليه السلام كفروا دا العبدوا اصنام ولكها مولانا دا العبدوا المسيح واخير المسيح او المكاشف واذا العبدوا الغلف المسيح كفروه الغلف المكاشف داي سولا شنو دا تكفير وجنبها فوق اتنين ديك تربيع ديك يبتا اللي بوا ستة عديل ما اقوله يا اخي والله النصارى ذاته جفتا يلموا في الصوفية دي مرمطوا بير النصارى ذاته لو لاقى ناس حامد ديل قول الله هزول احنا بنعتقد في عيسى عليه السلام تبتعتقدوا في بدلقان وبقرقاب وبعضل انسيف وبشنو وبشملة وبجنزير وبفركة قال دا فركة جاءوا من الجنة يا ناس الجنة ناك صلاة فركة داك برضو سوا عملية جاءوا في جريط الدار قال عملية جاب الشاش من الجنة الجنة فيها شاش ولا فيها زول مجروح الجنة والله الجنة ما فيها جريح ذاته يا ناس جرحونا في الدنيا دا حزبونا نأنا ما اقوله يا اخي خمستاشر قال صلاة الفاتح علي بن ابي طالب كذب علي بن ابي طالب ما قال صلاة الفاتح جابوا لفظتين واللفزتين ديال لفظتان الجابن ابن كثير ضعيفات ذاته عن علي بن ابي طالب ضعيفات في سند سلامة الكندي رحمه الله تعالى وضعيف انتهى الموضوع ولو ثابت ذاته نقول ثابت علي بن ابي طالب ما قال دي صلاة الفاتح وبتعدل ستة الف ختمة من القرآن جيب الكلام دي يجيبه من تفسير ابن كثير ولا من غيره ولا البداية والنهاية ولا كتاب من الكتب معتبر زي ما فيه جواهر المعاني جواهر المعاني والفتحة الرباني دا قال لقيت الرسول عديل في صحراء سيناء احمد التجاني وقال الداني صلاة الفاتح وتعدل القرآن ستة الف ختمة قرآن الحرف عشر حسنات قال صلاة الفاتح النجرام الرازل بتعدل ستة الف ختمة دا جماعة ما باطل الكلام دا في زول بجبلاء كلام زي القرآن قل لين اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثلي بمثل خليكم ختمة بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما اسكزب يا اخو انا لقيت واحد تجاني وقسم بالله في البلد بتعصب لهم قلت له النازل قال واحمد تجاني في صحرا سيناء لقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقزة هل ترايك شنو قال لي هاي لها قاو قلت لي يقزة ما منامني يقزة قال لي هاي لها قاو قلت لي طيب لما الرسول في صحرا سيناء هناك حجرة عائشة في المدينة رضي الله عنها محل القبر كان في جوة ولا مرق صحرا سيناء الرسول عليه الصلاة هل خرج الى صحرا سيناء والقبر بيقى فاضي ولا هو في القبر وبرضو في صحرا سيناء بيقوا اتنين الله قال لي سؤالك ده غريب جدا اول مرة يلاقينه قلت لي خلاص استلم وستلم الرسالة خلاص وصلته ما حقول يا اخي نمر 16 قبل الختام قال الاستعانة بغير الله بالجوز قال لا نزول العطشان بيشرب موية نيناسي نجغم الموية ونجغم حامد برضو كله جغيم ما اقول يا اخي قال العطشان بيشرب موية اذا استعان بالموية اذا استعان بغير الله اذا ده شرك لو قلت يا ايمال استعانة دي عليك اسمين باختصار شديد جدا في استعانة بالمخلوق دليل قال تعالى وتعاونوا على البرجن والتقوى ولا تعاونوا عليهم العدوان وبسبب المخلوق واستعينوا بالصبر والصلاة الاية يا ايوالذين امنوا ما في هواو يا ايوالذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين الى اخير ده فيما يقدر علي المخلوق او بسبب الصبر وبسبب الصلاة يعينك الله سبحانه وتعالى ها السزول جاب له عربية بتاعت بوكسي شايل لي خمسة شوالات سكر قال والله انا برايك انشلتو بجيني غضروف قال لي واحد تعال عاوني نزل السكر بيقدر يعاون ولا ما بيقدر بيقدر ده بجوز ولا ما بجوز في السنة في صيح مسلم والله في عون العبد ما كان العبد وشنو في عون اخي بيقدر عليه طيب دار ينزل المطر في مخلوق بيقدر يعينك لا ندام فيما لا يقدر عليه الا منه شفت الزول ده بلخبت كيف قال تجرب موية يستعنت بالموية وكذا معناه الاستعانة بغير الله شوال لخبة كيف وقال لانه موسى عليه السلام فاستغاثه الذي ومشيعة على الذي من عدوي ما انا ما قلت لك اي دليل يجيبوه حج عليهم فوقزه موسى لانه موسى بيقدر هنا صح ولا ما صح يبقى به الشي بيقدر عليه ما في اشكال احنا ما يقولنا اشكال لكن الاشكال يكون غايب في بلد ويت في بلد لانه موسى عليه السلام كان جنبه ولا ما كان جنبه جنبه وقدر يدفع عنه الشر ولا ما قدر قدر ات زول بتقدر جنبك هنا دي موية استعنت بباسطة بلبن من الجوع استعنت بطحنية بالشطة ما عندنا معاك مشكلة ده ما شي مخلوق وشي هنا لكن شي زول غايب في بلد انا هنا دي ويوسف بشرم في الجزيرة اقول لا الحقني وفزعني واعيني واستدل بالموية هتجاب يوسف للموية اشنو هتجاب دي لدي اشنو استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه دي ما في اشكال ما شرك اما فيما لا يقدر عليه مطر جنة وكربة يكشف عنك ولا يكون غايب ولا ميت دي اهو الشرك ما تلبس الحق بل باطل يا حامد يا مجرب طيب اخر شن امرى سبعتاشر وصاون وصية غريبة جدا قال لهن امسك في دين الاباكم واجدادكم قوي شوف الوصية ذا يوم هسي دا زول دين ولا زول لخبة في زول بوصي زول يقول امسك في دين ابهاتك واجدادك واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون وذي حجة زمان اهل الباطل زمان انا وجدنا آباءنا على أمتي وانا على آثار مهتدون والآيات مقتدون التاني انت لو زول دين جد جد كان توصيهم بشنو بتقوى الله وتوصيهم بالرجوع لشنو الكتاب والسنة مش الابهات مش الابهات الابهات ما كفرنون الجهل منهم نزع الله يرحمون والجاهل منهم ويتجاوز عنهم وكذا لكن ما معناه تتبع الاباه في الباطل تتبع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة بهذا تكون النجاة تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وفي رواية شيئان تركت فيكم شيئين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته آذى صلى الله وسلم هذا مجرم بتاع مواسم ما جمع الناس ما اضيع زمانه معاه والناس تخش المساجد تبلغ دعوة الله تعالى يخلبس على النساويين والرجال وكذا بشبهات عن الله واهية كيف كل الناس تتحلد بفضل الله سبحانه وتعالى الشيخ مزمل ان شاء الله بعد الصلاة اه بعد الصلاة عندهم تعليق برضو أخونا مازن الناس يتحمل ان شاء الله خمس عشر دقائق اول بيقدروا عليه ان شاء الناس مسافرة بالليل جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا والزول لمحل ما يمش الناس تدين تلفون ان شاء الله بنجي الناس تنظف بفضل الله جل وعلا بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا اشتركوا في القناة